انطلقت صباح اليوم ببيت المرأة فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها اتحاد جمعيات النسائية الناطقة باللغة العربية حول فنون الاتصال لصالح النساء حيث ترأست المناسبة وزيرة المرأة وهماية الطفولة والتضامن الوطني كات إليزابيت التفاصيل لدى أباس أباكر مصطفى إن تعامل مع تقنيات الاتصال بات من الأمور الضرورية في حياة الإنسان بمختلف الطباقات وفئات المجتمع لذا فقد نظم اتحاد الجمعيات النسائية الشادية الناطقة باللغة العربية بمشاركة بعض ممثلات مكاتب الاتحاد بالأقاليم دورة تدريبية وتوعوية لصالح النساء الناطقة باللغة الضاد في فن الاتصال وبدعم منظمة الأمومة والطفولة اليونسيفة كما أن هذه الدورة تسمح للمشاركات بدراسة الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع وخاصة على الأنصر النسائي وكذا محاربة الزواج المبكر الأمين العام لاتحاد الجمعيات النسائية الشادية الناطقة باللغة العربية أضافت إن اتحاد الجمعيات النسائية الشادية الناطقة باللغة العربية الذي يعمل في الساحة الشادية وما يزال يكثف جهوده بصورة موسعة لتوعية النساء والشابات المعتقاد باللغة العربية وحسهم على تحقيق الغاية المنشودة للمرأة من ناهيتها الخبيرة بمكتب الإعلام بمنظمة اليونسيفة أشتا عبد الرحمن أبو بكر شددت على ضرورة تعليم الفتيات ومحاربة بعض العادات الضارة التي تقف أمام عجلة التنمية وخاصة نهضة الأمصر النسائي وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الاجتماعي كاد إيزابيل في كلماتها الافتتاهية للدورة دعت المشاركات على الاهتمام بمحاور الدورة للخروج بنتائج جيدة مضيفة بأن الحكومة الشادية تسعى دوما من أجل رفاهية وترقية مكانة المرأة بالتنسيق مع شركائها وخاصة وأن مثل هذه الدورات تسهم بشكل فعال في محاربة الزواج المبكر وتقليل وفيات الأمهات والأطفال وذلك بهدف تحقيق قدر ممكن من الرفاهية الاجتماعية عقد